الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة من المشاهدين المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم خير أم أيها الإخوة لازلت أتكلم على قضية الإيمان بالله عز وجل وأن الإيمان بالله إذا دخل القلب يتخير الإنسان ولذلك لابد أن تغذي هذا الإيمان بمعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة إسمائه وصفاته والقراءة بما من سير وقصص تؤثر في قضية الإيمان بالله وقلنا قصة الراهب مع ذلك الغلام الذي ألمه وكان الغلام يتعلم من الساحر والراهب والغلام حصلت تلك الحادثة من أنه قال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر وإلى آخر ما حصل من أنه ابتلي هذا الغلام بلاء عظيما حتى قلنا أن ذلك الملك أراد أن يتخلص من ذلك الغلام فقال للجند الذي عنده اذهبوا به إلى أعلى جبل فإذا وصل ذروة الجبل فألقوه ألقوه على أو من هذا الجبل ثم ارجعوا وفعلا ذهبوا به فلما وصل الجبل فوصل إلى ذروة الجبل قال اللهم اكفنهم بما شئت وفعلا الله عز وجل جعل ذلك الجبل يهتز فسقط من هؤلاء كلهم وماتوا ورجع الغلام سالما معافا إلى معافا من الله عز وجل إلى ذلك الملك فلما جاء إلى الملك الملك ينتظر الآن أن يأتي هؤلاء الجنود ويقولون هلك الغلام ويتدت هذه المشكلة ويرتاحون أشد الراحة من هذا الغلام وإذا بهم أيها الإخوة يتفاجأون بأن ذلك الغلام لم يمت قال اذهبوا به فاجعله في قرقور يعني مثل شبك فلما تصلون إلى منتصف البحر في ذلك القارب تصلون إلى منتصف البحر ألقوه في ذلك القرقور وألقوه في البحر وحطوا بثل الثقر يعني وسوف يموت هذا الغلام فلما انتصفوا هؤلاء في البحر قال اللهم اكفنين بما شئت فتحرك ذلك القارب فسقطوا كلهم وبقي الغلام ثم رجع ذلك الغلام إلى الملك فقال الله لما شاف قال كيف قال كفعنيهم الله سبحانه وتعالى ستعلم أيها الإخوة كلكم يعلم بأن الكافي هو الله ولذلك ورد أن الإنسان لما ينام يقول قال فكم من من لا كافي له ولا مؤهي الكافي هو الله المعافي هو الله ولذلك ورد أن الإنسان يقول اللهم عافني في من عافيت ثم يقول اللهم نسألك العافية في بدني في العافية في أهلي كل يوم صباحا ومساعا يدعو العافية في أهله والعافية في بدنيه اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخر اللهم نسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استرعو راتي وعمل رواتي هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساع فعذا الدعاء أيها الإخوة سلاح للمؤمن فلما تقول اللهم اكفنيهم بما شئت سوف يكفيكهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فسيكفيكهم الله ولذلك قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني الآن أمامنا البحر وخلفنا فرعون وجنوده أين المفر؟ قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهديه الله عز وجل قال لموسى اضرب بها ساك البحر ماذا حصل؟ انفلق هذا البحر واصبح جبل متجمد كأنه ما يخرج منه قطرة واحدة واصبحت هذه الأرض يبس فالموقف هذا يجعل الإنسان في عظمة من أن العظيم لا يترك أولياءه العظيم لا يترك أولياءه إن الله يدافع الذين عملوا فهذا الغلام لما جاء إلى ذلك الملك ورآه ذلك الملك قال ما السبيل؟ قال إنك لن تستطيع أن تقتلني أنت تقتلني لن تستطيع أفعل ما تريد إلا بطريقة واحدة قال هاتيها هاتي الطريقة أعطني الطريقة التي أستطيع أن أقتلك بها قال خذ سهما من كنانتي وأجمع الناس كلهم في صعيد واحد أجمع كل من في القرية والقرية طبعا انتشر عندها الخبر من أن الغلام ذهبوا به في الجبل وما قتل وذهبوا به في البحر وما قتل فبدأ الناس يعني يتكلمون على مثل هذا العمر أرجم الناس كلهم في صعيد لن أحد أخذ سهما من كنانتي قال ثم قل بسم الله رب الغلام والقسام قال هكذا فأبقى نعم جاء مع الناس كلهم جاء مع الناس كلهم وأخذ سهما من كنانة الغلام وفعلا رماه وقال بسم الله رب الغلام فوضع الغلام يده على ذلك الموضع فمات فقال الناس آمنا بالله رب الغلام الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام فقال له أصحابه لقد حصل ما فرت منه وخفت منه الناس آمنوا فالغلامي والإخوة ضحى بنفسه لكي يؤمن الناس ضحى بنفسه لكي الناس يؤمنون بالله عز وجل لأنهم كانوا في حال شرك مشركين بهذا الملك يدعون الملك من دون الله عز وجل يخافون منه خوفا لا ينبغي أن يخاف منه هذا الخوف إلا الله عز وجل ولذلك لما قالوا مثل هذا الكلام وقال الناس خد الأخديد يعني احفر الحفر وأضرب النار عليها وألقي الناس اللي ما يؤمن بك ضط في هذه الحفر فصارت إبادة جماعية وفعلا كل واحد أن تؤمن ما تؤمن يضطه ولذلك ورد في بعض العثاء أن الله عز وجل أرسل ريحا قبل أن يموتون يرسل الله عز وجل ريح فتقبض أرواحهم قبل أن يدخلوا إلى تلك النار أيها الأخوة فاصلوا ونواصل بإذن الله عز وجل الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى من لا نبيه بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة قبل الفاصل قلنا بأن هذا الملك الجبار الملك الذي فعل بالمؤمنين هذه الأفعال ماذا فعل خد الأخاديد ووضع هذه الأخاديد وبدأ يضرم النار داخل تلك الأخاديد نار مشتعلة ويقول للناس اللي ما يؤمن به سوف ألقيه بهذه النار وقلنا أن الله عز وجل كما ورد في بعض الأعثار أرسل ريحا على المؤمنين قبل أن يلقون في النار حتى لا تحس أجسادهم النار يأخذ أرواحهم فتأخذ يأخذ الله عز وجل هذه الأرواح نقية وسليمة وليس فيها أي من أمور الحرق وبعد ذلك أيها الأخوة لما يعني حصل ما حصل جاءت امرأة معها طفلها هذه المرأة معها طفل صغير وتقاعست قالت أنا ما بيلقي نفسي بالنار لما نظرت إلى النار وإلا خافت على هذا الأبن فأنطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق وإذا به يعني وإذا بها تلقي نفسها في النار وإذا بالله عز وجل يقبضها هذه النفس نقية خائفة من الله عز وجل يستخائفة من ذلك الشخص أو ذلك الملك الله عز وجل قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما منقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الأزيز الحميد إلى آخر العيات التي تدل على هذه الحادثة العظيمة التي هي فتنة للمؤمنين وما حصل لهم وهذا يدل أيها الأخوة على صبر المؤمنين للتو آمنوا كما صبر سحرة فرعون لما قالهم فرعون أنه سوف يصلبهم وأنه سوف يقطعيديهم وأرجو لهم من خلاف قالوا له يعني أن هذا الأمر لا يهم المهم أننا سوف نرجى إلى الله عز وجل ونحن مؤمنين به لذلك أيها الأخوة هذا يسبونه أن الإنسان يصبر على مثل هذا البلاء الصبر على البلاء مثل هذا البلاء هذا له أجر نظيم والصبر على مثل هذه الفتنة لها أجر عظيم بعض الناس يقول طيب يجوز للإنسان يقول كلمة الكفر إذا كان أكره عليها كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان نعم يجوز هذه رخصة لكن أفضل من ذلك الصبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله لماذا لم تقل بخلق القرآن هذا يعني رخص لك قال وماذا سوف يفعل يفعل بالناس وانظر إلى هؤلاء الناس الذين خلف تلك أو ذلك الجدار انظر إليهم ينتظروا ماذا يقول الإمام أحمد إذا صبر له أجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا على ياسر فإن معدكم الجنة صبرا على ياسر فإن معدكم الجنة معنه قد أباح الله عز وجل الإنسان يقول بكلمة الكفر في وقت الأضطرار ولا شيء عليه لكن الصبر لا شك أنه يمنزل أعلى من الأخذ بالرخصة لأن هذا يترتب عليه من العذاب وغير ذلك ذلك بلال ابن رباه لما قيل له رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف صبرت على ما يفعل بك أمي بن خلف شو صبرت يأخذ هذه الصخرة ويجعلك أنت بلا ملابس يعني بلا ملابس فوقانية وفي رمضاء مكة ويجعلك هذه الصخرة الحارة على صدرك وأنت ماذا تقول قال كنت أقول أحد 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 قالوا طيب كيف كنت تصبر قال اختلطت مرارة العذاب مع حلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت حلاوة الإيمان إذا طغت مثل لما تطغى حلاوة الإيمان القيام لصلاة الفجر مع حلاوة النوم بعض الناس تصير عنده حلاوة النوم أكثر من حلاوة الإيمان في ذلك وبعض الناس حلاوة الإيمان عنده أفضل وأحسن من حلاوة النوم ولذلك يقوم يصلي يقوم يصدق يقوم يفعل خيرات يبر والدين يبر إخوانه يبر أقاربه لأنه يعلم أن هذه حلاوة هذه حلاوة فهذه الحلاوة أيها الإخوة إذا وجدها الإنسان لا يفرط بها إذا وجد الإنسان هذه الحلاوة لا يفرط بها ولذلك هؤلاء الناس ما يريدون أن يفرطون بهذه الحلاوة مع أنهم اقتحمين النار لكن لا يريدون لكن لا يريدون أن يفرطون بهذه الحلاوة إذا دخل الإيمان بشاشته القلوب يفعل الأفاعيل أيها الإخوة يفعل الأفاعيل إذا دخل الإيمان القلوب ولذلك ما في أحد يرتد عن الإيمان في الغالب إذا كان قد دخل الإيمان قلبه ولذلك قالت العراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان يدخل القلوب يفعل الأفاعيل وكتب في قلوبهم الإيمان الإيمان لما يكتب في القلب يختلف الوضع أيها الإخوة ولذلك إذا الله عز وجل قد أعطاك هذا الإيمان فحافظ عليه واهتم به لعل الله عز وجل أن يقبضك بعد عمر طويل مؤمنا محسنا خائفا من الله عز وجل لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا ترجو إلا ما عند الله جل وعلا كما فعل هؤلاء الناس ثم دائما أيها الإخوة الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد وإلى لقاءنا آخر بإذن الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر